موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكل المشاهدين الكرام وأتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية وأنتم تشاهدون هذا الفيديو اليوم إن شاء الله سوف أشارك معكم طريقة فحص المكتفات فكما تشاهدون لدي مجموعة من المكتفات بأشكال وأحجام مختلفة كل واحدة وقيمتها فكما تعرفون 90 في 100 من الأعطال سببها المكتف واليوم سوف نعرف جميعا طريقة فحص كل واحدة من أصغر قيمة إلى أكبر قيمة وما هي الملتيمتر المناسبة لفحص كل واحدة قبل البدء في الشرح أدعوكم أصدقائي للاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصل لعدد كبير من المشاهدين وشكرا لكم أولا هناك طريقة مألوفة عند جميع التقنيين وهي معرفة المكتف التالف بدون فحصه بالملتيمتر فكما تشاهدون هذا المكتف منتفخ من الأعلى وهذا دليل على أنه معطل وفي بعض الأحيان قد ينفجر إذا لم يتم تغيره كذلك في بعض الأحيان نجد بعض المكتفات تالفة لكن غير منتفخة حيث تخرج مدة سائلة من الأسفل فيجب استبدال كذلك هذه الأنواع من المكتفات إذن أصدقائي في هذا الشرح سوف أستعين بنوعين من الملتيمتر النوع الأول ينحصر القياس فيه بين 20 ميكرو فراد و 200 ميكرو فراد فقط بينما هذا النوع الثاني يقوم بالقياس من أصغر نسبة إلى حوالي 10 ألاف ميكرو فراد يعني حسب تجريبتي وحسب المكتفات التي قمت بقياسها فبعض المكتفات تكون فيها نسبة الميكرو فراد 10 ألاف ميكرو فراد وقمت بقياسها بهذه الملتيمتر إذن أصدقائي نقوم بتحويل القطب الموجب إلى مدخل قياس الميكرو فراد ونقوم بتغيير المؤشر إلى وحدة قياس المكتفات ثم نبدأ عمليات قياس المكتفات بتوصيل أطراف الملتيمتر في أرجل المكتف كما تشاهدون 34 ميكرو فراد هذا المكتف سليم ثم نقوم بقياس مكتف آخر 47 ميكرو فراد إذن كما تشاهدون في النتيجة سفر إذن هذا المكتف تالف غير صالح نمر إلى مكتف آخر إذن نسبة هذا المكتف هي 100 ميكرو فراد ثم تشاهدون 96 إذن إلى حد ما هذا المكتف صالح ثم نقوم بقياس هذا المكتف 47 ميكرو فراد إذن نقوم بتوصيل أطراف الملتيمتر في أرجل المكتف كما تشاهدون القيمة 0 دليل على أنه غير شغال ميت ثم هذا المكتف 100 ميكرو فراد نقوم بقياسه تظهر لنا قيمة 6 ميكرو فراد إذن كذلك هو بدوره غير شغال نمر إلى مكتف آخر كما تشاهدون أصدقائي أختار المكتفات يعني أقل من 220 ميكرو فراد كذلك هذا غير شغال نمر إلى مكتف آخر بقيمة 47 ميكرو فراد نقوم بقياسه إذن هذا المكتف جيد فيه 47 ثم في النتيجة 50 ميكرو فراد دليل على أنه جيد 43 ميكرو فراد كذلك هذا جيد ثم نقسم مكتف آخر إذن 82 ميكرو فراد نقوم بقياسه 4 2 يعني كذلك هذا ميت نمر إلى مكتف آخر صغير لكن بنسبة كبيرة نمر إلى مكتف آخر إذن أصدقائي بعد الانتهاء من عملية قياس المكتفات المنحصرة قيمتها بين 20 ميكرو فراد و 200 ميكرو فراد الآن سوف نقوم بقياس المكتفات الأكثر من 200 ميكرو فراد باستعمال هذا الملتيمتر الصغير نقوم بتحويل المؤشر إلى وحدة قياس المكتف والمقاومة ثم نضغط على الزر الأصفر لتحويله إلى الميكرو فراد كما تشاهدون ثم نقوم بالقياس سوف أبدأ بهذا المكتف الكبير 6800 ميكرو فراد أقوم بتوصيل أطراف الملتيمتر في أرجل المكتف ثم ننتظر قياس النسبة كما تشاهدون 6700 و 38 دليل على أنه جيد نقوم بقياس مكتف آخر إذن ننتظر إلى حين ظهور النتيجة نقوم بتغيير أقطاب إذن كما تشاهدون 6458 يعني جيدة مزيانة إذن أصدقائنا مر إلى مكتف آخر كذلك 4600 ميكرو فراد في النتيجة ننتظر 4500 إذن هذا المكتف جيد نمر إلى مكتف آخر 220 ميكرو فراد في النتيجة نجد 101 ميكرو فراد إذن هذا القياس غير جيد إذن كذلك بدوره تالف نقوم بقياس مكتف آخر 4700 ميكرو فراد ننتظر إذن 4400 يعني إلى حد ما جيد مزيان نقوم بقياس هذا المكتف القديم 4700 نقوم بتوصيل أطراف الملتيمتر إذن 4900 مزيان هذا إذن كذلك هذا جيد أصدقائي نقوم بقياس الثاني نفس تقريبا 4700 إذن نلاحظ 4948 كذلك هذا جيد جدا نمر إلى مكتف آخر بنسبة 33 ميكرو فراد نقوم بقياسه بهذه الملتيمتر إذن نتيجة 33 ميكرو فراد مطابقة للمكتوف المكتف إذن نقوم كذلك بقياسه بالملتيمتر الأخرى لنلاحظ الفرق 34 ميكرو فراد إذن نمر إلى هذا المكتف 222 ميكرو فراد في النتيجة 227 ميكرو فراد 250 ميكرو فراد إذن هذا تالف بدوره تالف ميت نمر إلى هذا مكتف بنسبة 1000 ميكرو فراد نقوم بتوصيل أطراف الملتيمتر وننتظر إذن النتيجة هي 500 ميكرو فراد إذن كذلك هذا بدوره تالف سوف أقوم برميه نمر إلى مكتف آخر 1000 ميكرو فراد نقوم بفحصه أو قياسه إذن 736 كذلك هذا بدوره تالف سوف أقوم برميه هذه هي طريقة فحص أو قياس المكتفات أصدقائي نمر إلى مكتف آخر بنسبة 1000 ميكرو فراد 131 كذلك هذا ميت إذن أصدقائي نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أتمنى أن تكون قد استفدتم من هذه المعلومات البسيطة وأن تنال إعجابكم انتظرون في الفيديو المقبل مع شرح جديد وشكرا لكم